بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى خلاص بقى عندنا يوم الحد ده بنتكلم فيه عن ازاي نقدر نتعامل مع المنبئات اللي بتنبئ بارتفاع نسب الطلاق وعشان كده احنا خلينا يوم الحد زي ما خلينا يوم السبت الكلام عن اصحاب السعادة خلينا يوم الحد للكلام عن التوافق والسعادة ايه اللي بيخلينا فيه سؤال مهم قوي ايه اللي بيخلينا نجد ان ارق اكتر نسب الطلاق بتحصل في سنة قولة جواز فيه اسباب كتيرة بتقدي الى ارتفاع نسب الطلاق في سنة قولة جواز ولزاك النهاردة حلقتنا النهاردة عن نتكلم عن تحديات سنة قولة جواز لان في الحقيقة دي عاملة بالزبط زي الحاجز اللي احنا لو تعدناه ممكن بعد كده نكون افضل بكتير خلينا اقول لكم ان فيه تحديات محددة بتكون في سنة قولة جواز عن نتكلم عنها بس ايه اسباب الخلافة في سنة قولة جواز اول حاجة اختلاف البيئة اختلاف البيئة في ناس جايين من بيئة دي والبيئة دي زي ما امرأت شراح القاضي رضي الله عنه جات وقالت له اني امرأة غريبة فقل لي ماذا تحب وماذا تكره لان هي باعتبارها حكيمة واماها احسنت تربيتها عارفة ان البيئة المختلفة تتسبب في ايه تتسبب في الخلافات يبقى اختلاف البيئة والفروق الاجتماعية وعلى فكرة فروق الاجتماعية مش لازم بس فروق طبقية مش فروق ما بين الطبقات لا 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 فروق ما بين البيئات يعني حد جاي من بيئة بتحب الريف وبتحب قيم الريف وبتحب طبقية الريف واحد في المدينة عارفين انت لما يحصل كده مش عايزة اقول العبارات اللي بيقولوها بس فلان دوت يعني فلان كده بيئتوا فلاح وفلان دوت بيئتوا منفتح قوي ما بيحبش ده فيحصل شوية عراق ما بين الاتنين دي من احد اهم الاسباب اللي احنا بنشوفها كمان اكتشفت بعض الطباعة الجديدة في شخصية شريك الحياة اللي احنا اللي احنا ما كانتش ظاهرة فين في فترة الخطوبة ونزاك انا دايما بقولوهم التعارف اللي حصل في الخطوبة ده اركنوه لان التعارف في الجواز حاجة تانية خالص لان احنا شفنا الناس ساعة ساعتين تلاتة لكن ما شفناوش وهو اي من النوم وهي اي ما من النوم وهم لما بيغضبوا لما بتعصبوا لما بيلاقوش الحاجة مكانها لما اه ده حاجة تانية خالص وعشان كده لازم نعرف مهمة اوة اوة عندنا ان احنا نعرف ان التعارف اكتشاف بعض الصفات اللي موجودة بعد الجواز كتير من احيين الستات او الرجالة المتجاوزين لما بيكونش ضبطين نفسهم وعندهم نضوج تقولك انا اكتشافته على حياته تطلع حد تاني انا مش عارف عيش معها ده فيبقى صدمة تحصل لها صدمة الحاجة التالتة كمان اللي عندنا من بتخلي نسب الخلاف تزيد اوة 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 حاجة مهمة جدا 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 لازم نشوفه بعد ما نقول ان الخلاف ده بيحصل كده كمان المعنى التالت اللي احنا لازم نرعيه واحنا في اسباب الخلاف نمط الحياة اسلوب ونمط الحياة بيبقى مختلف ما بين حد لحد فنمط الحياة بتاعته واحد فيه بناء دمين ليليين وفيه بناء دمين نهاريين حد بينام بدري حد بيصحى بدري طب وإن اللي حاصل طب لما يجي حد تاني يبقى فيه مشكلة يبقى فيه صعوبات في الحياة بعد كده بعد صعوبات الحياة رقم اربعة تدخل الاهل اه تدخل الاهل بيعمل مشاكل كتيرة في سنة قولة جواز ليه؟ كل واحد هي عايزة تحصن بنتها من ان هو يعتبرها جارية ويعتبرها خدامة عنده وهي عايزة تحصن ابنها من ان مراته يبقى هو جوز الست فيتدخل الاهل كمان من الحاجات الجديدة اللي تسببت في مشكلات سنة قولة جواز سوء استعمال السوشيال ميديا وكسرت تضييع الوقت في ده وسوء فيه سوء استعمال فيما يتعلق بالاطراف الاخرى زي انك تندع على شخص في الغرفة اللي جنبك في حد بيستعمل تنده له فما يردش عليك حاجة بقى ستة ودي مهم جدا بتبقى مختفية بس مهم اللي احنا ننبه عليه الصداقات القديمة مع الجنس الاخر ودي من الاسباب المسكوط عنها بس سبب مخيف جات السيدة اسماء كانت مرة جي واحد بيبيع على بيبيع حاجة كده فقال لها ممكن تسمحيلي ان انا ابيع عند حقيقتك يعني عند جنينة بتاعتك فقالت له لا حتى تسألني امام الزبير افتكرت ان الزبير ابن العوام زوجها بيغير فراح قال لها فراح جاي قدام الزبير قال لها اذنت لي ان ابيع عند حقيقتك فشوف السيدة اسماء عشان عارفة ان سيدنا الزبير بيغير قالت له الم تجد غير حقيقي اللي تبيع عنده فقالت رجوه يا اسماء ايه اللي حاصل عارفة غيرته لكن الصداقات القديمة اللي من الجنس الاخر الصداقات للزوج من الفتيات او الصداقات للزوجة من الشباب مسألة محتاجة لازم ننتبه اليها عدم التأهيل كمان ان هما مش مؤهلين ففيه لغبطة في الادوار الزوج مش عارف دوره والزوجة مش عارفة دورها ففيه لغبطة في الادوار هي مش عارفة تقوم بدور الزوجة وهو مش عارف يقوم بدور الزوج الحاجة الثالثة التقييد والخنقة التقييد والخنقة هيمنعني اهلي وصحباتي وهي هتمنعني من الصحابي وهتمنعني ان انا اروح القهوة كل الكلام ده الحاجة المهمة كمان اللي هي رقم تسعة عدم التوافق الجنسي وده سبب كثير من الناس ما بيكلموش عنه ومتعبرش عن الملف ده وبتعتبره عيب لكن للأسف ده من أهم أسباب وتحديات سنولة جواز واحنا لما بيجينا حد يمكن تاني سؤال او تالت سؤال بنسأله في الاستشارات الزوجية بنسأله عن ده لان ده وتمشعل ذاتي كده للخلافات لان اي خلاف بعد كده يبقى اي حاجة صغيرة كده لما يكون في عدم توفق في العلاقة الخاصة يولع اي حاجة اي حاجة تولع ولذلك لازم ننتبه لده اخر حاجة الاختلافات بقى على المسائل المالية ازاي عنون فق وازاي عنصري في كل ده هنا بقى بيظهر اهم حاجات بتبقى اهم تحديات في اول الجواز اهم تحديات في اول الجواز وده تمبني على مسلس انا بسميه مسلس رعب السنة الاولى اللي هو ايه بقى القاعدة بتاعته انخفاض الوعي الزوجين عندهم انخفاض الوعي ما عندهمش ندوج كافي الحاجة الضلع التاني ده المخاوف انه هو هيزعر على حقيقته هي تزعر على حقيقته ومش هيقدر تحمل مسئولية هي ما تعرفش تطبخ وما تعرفش حاجة الحاجة الثالثة الصغر النمطية المسلس ده بقى اللي هو المسلس ده ده مسلس الوعي انخفاض الوعي ومع انخفاض الوعي اول حاجة بتبنينا بعد انخفاض الوعي هو ايه يبنينا على طول المخاوف وبعد كده يزعر لنا ايه يزعر لنا السور النمطية هي تطلع زي امها ويطلع زي ابوه اهو هي تطلع بتحب السيطرة زي والدتها وهو كمان بيحب ان هو يكسر اللي قدامه زي والده فكل ده وتيعمل ايه يعمل سوقات مخاوف بس خلينا نحدد اهم مخاوف بتبقى في الاول خالص واهم مشكلات بتبقى يظهر اوي اول تحدي بيظهر عندنا تحدي من اللي يقود من اللي يسوق الان التحدي التاني من المعيار ويبقى فيه تخوف هو انا فعلا اتجاوز وابقى اميرة هو انا اتجاوز وابقى بطل فيبقى هو دات القصة يا سادة لازم نعرف ان الاختلافات ما بين الناس اللي بيقدروا يدروها ويدروها ويتحول ده بحوار راقي بيكون الجواز اشد سمودا وولادهم بيكونوا اكثر اتزانا وعشان كده انا اقول لكم شوية مفاتيح واقول لكم على اهم تحديين ازاي نتعامل معه عندنا خمس مفاتيح مهمة جدا 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 تساعدنا في الجواز اوي وانا عملت لكم كده بطريقة ممكن تحفظوها المفتاح الاول الحوار الحوار يطفئ النار ويخرج من القلوب الجمال والانوار حوار الحوار زي ما كنا بنتكلم عنه مبارح لازم يبقى في حوار حوار ده ركن من اركان البيت الحاجة التانية الاستثمار كل واحد فينا يستثمر الحاجات الحلوة اللي في التاني يبقى اول حاجة الحوار تاني حاجة الاستثمار تالت حاجة الاستبشار البيت اللي مفووش تفاؤل ومليان بالكآبة ده ببيت بيدمر الحاجة الزوجية يبقى الحوار الاستثمار الاستثمار الحاجات الحلوة اللي فينا تالت حاجة الاستبشار نكون عندنا تفاؤل عندنا امل النكد ما بيجيبش خير ظلمة تالت حاجة رابع حاجة الاعتزار اللي يغلط يعتزر الاعتزار ده بيطف في تلت تربع الاوجاع بس لازم الاعتزار يكون بدري ما نتأخرش لازم نتوب والاعتزار في البيوت زي التوبة من الذنوب الله سبحانه وتعالى اذا تبى الانسان عفي عنه وقد يصل الحال زي ما الله سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين يبدلوا الله سيئاتهم حسنات في بعض الاحيان الاعتزار بيخلي الزوج او الزوجة اللي اعتذرت عن الخطأ كأنه عمل حاجة جميلة لانه بيفتكروا الاعتزار بيفتكروا ان هو جبر خطر اخر حاجة ورقم خمسة الاستمرار في كل حاجة بنعملها عشان يبقى الاستمرار ده بيخلى عندنا حاجات رائعة ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابه وام يقول ايه وكأنه بيرسم لنا القصة كلها يقول يا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام مهم خير العمل أدوامه وانقل وحضرت النبي علمنا ان بيننا وبين اهلنا لازم يكون في خير خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي فاذا اذا كنت عايز تعيش بالخير بقى بس بيجي في سؤال مهم بقى عن سنة أولى جواز هو احنا فاهمين بعض ولا لا لازم الرجال يعرفوا ان الستات في سنة أولى جواز دخلة بحماس منقطع النظير وعندهم سقف توقعات عالي قوي وعشان كده هي سهل ان هي تتصدم والراجل في نفس الوقت عايز ينجز عنده ديون عليه فهو عايز ينجز وعايز البيت يستقر بدري فلما هي تيجي تقوله نتكلم ونتفاهم مع بعض ويرفض هو لانه مشغول هي مش صبر على انه لان توقعاتها قاعدة بتتكسر كل يوم توقعاتها بتتكسر وهو مش صبر على انه ينجز والبيت يستقر وهيهدي شوية كده خلينا نفهم ما تجيش تقوليلي انت مش حاسس بيا مش حاسس بيا خليني دلوقتي انا حاسس بالمشكلة اللي احنا فيها عايزين نسدد ديوننا وازاي كسا نقول يا جواز ممكن نلخص مشاكلها في حاجتين الخلاف على القيادة زي ما قلنا والخلاف على مين المعيار تعالوا نقول ان الخلاف على القيادة ممكن نحله نحله ازاي ان اللي يقود في الاتنين احنا دلوقتي ما نتكلمش ما تدخلنش على خط القوامة ايه واحد تعمل كده لما اجي اكلمك الرجال قوامون على النساء بي ايه بي ما انفقوا بس خلي بلا اقول لك حاجة مهمة اوي ان القوامة هنا القائم والقيم معناه الراعي والمسؤول الراعي والمسؤول يعني ايه وظفتك ان انت تحمي رجعوا السبع الصفات اللي احنا قلناها بقى ان انت الساعي الحاني ايه اللي حاصل المساند انت هو ده هو ده هو ده القوام مش القوام اللي هو يرن يرمي الحاجة يسمع رنتها او يقول الكلمة ما تتردش او ان هو يسكت الناس او يخليهم يحملهم على المشقة مش هو ده مش هي ده القوامة القوامة الفعلية زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمني حضرة النبي السيدة عائشة تقول وارأساها يقول لا بل انا وارأساها عائشة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب سيدنا او بكر عشان يفصل بينه وبين سيدها عائشة فهي تحب وتدوب فيه فلان هي حاسة ان هي في امان معاه بياب يو وامي صلى الله عليه وسلم مين بقى اللي يقود في موقف كده هتلاقي السيدة هي الشطرة هي اللي بتعمل ايه هي اللي بتقدر تتدخر وموقف الرجل هو اللازم يقود لان فيه تعامل مع ناس مختلفين ومشاكل كتيرة في زوجه وزيك الست ايه اللي حاصل بس انا عايز اقول بمناسبة القيادة بلاش تقع في الفخ ده انا بكلم الرجال بكل وضوح بلاش تقع في الفخ ده فخ ايه انا ما عنديش مشكلة للراجل يقود انا مسلمان ان هو يقود ايه وعد فخ لان هي باية اللعبارة ايه انا ما عنديش مشاكل ان هو يقود بس لم ياخد رأيي فتخليك انت منتبه احنا عندنا بقى اللي يقود اللي عنده فيه تلات صفات اللي عنده طبوح فياخدنا اللي قدام اللي عنده تغاضي ما يقفش على الوحدة عشان ده يوقف في الدنيا حاجة تالتة ان هو يكون عنده امل فسيح عنده رؤية واسعة ده اللي يقود يبقى عنده طموح ورؤية واسعة ويه تاني وبيه تغاضى غير كده مش هينفع حد يقود طيب نعمل ايه في مشكلة المعيار المعيار اللي ينفع يبقى الزوج ولا الزوج لكن المعيار يبقى ايه القيم هي اللي تبقى المعيار تلات قيم بقول لكم عليهم دول هما اللي يبقوا المعيار الرحمة والخير والجمال عناعمل الحاجة اللي تربيتي عليها ولا الحاجة اللي تربيت عليها لا الحاجة اللي هي اكتر رحمة واكتر خير واكتر جمال ده حاجة مريحة قوي طيب اذا عملنا الكلام ده تحديات سنقولها جواز عتخف ويبقى عندنا شوية راحة طيب ومن نسبة مما سألت تدخل الاهل فعندنا مفهوم لازم نقوله بر الولدين ملوش دعوة بحياة الأسرية لكن الحقيقة أن بر الولدين يختص بالولدين فما يجيش أبوي يقولي اعمل الكلام ده ويكون وراه عشان تبرني ما يخلنيش أكسر بخاطر زوجتي عشان أبر ملعاش دعوة بالبر دي على فكرة بر الولدين فيما يخصهم إلي أنا ساعتهم أخليهم مرتاحين ما يتضيقوش لكن لما يدخلوا في أسرتي لا مش ده من بر الولدين لا طب نعمل إيه عشان نتجاوز بقى مشكلات سنقولة جواز عنصر أساس الحوار لازم نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة كل يوم لا قاطع ولا ممنوع خالص حتى لو ما اضطرت قوة التوكلاب طب ليه لأن الحوار ده بشهادة الكل إيه هو؟ الحوار نوع من أنواع التأمين نوع من أنواع الأنس نوع من أنواع الاستصاق بالنساء خيرا أن أنت تسمعها وأنها تسمعك عشان هي الحوار ده اللي بيخليك تشعر بمعنى إيه؟ أن أنت اللي باس لها وهي اللي باس لك إزاي أنتو كل واحد فيكم سيابة على التاني لأن إذا ما حصلش الحوار ده الناس بتتعرق أسرارها برا البيوت أقول لكم حاجة دايماً إن الرجل يقول للست ده خرجت أسرار البيت وهي تقول ده خرج أسرار البيت عارفين ليه؟ عشان أنتو ما بتتحوروش مع بعض فاتقوا الله في أسرار البيوت واتحوروا مع بعض عشان تحفظوا أسرار البيوت الحاجة التانية كلموا بعض وإنتو قصدكم إن انتو ومن غير خوف كلموا بعض عشان تتعرفوا على بعض الحاجة التانية لازم يبقى عندنا قناعة إن الجواز مليان نضوج الجواز مش مرحلة واحدة إحنا بننضج مع بعض الجواز ده مملود جديد محتاج إن إحنا نرعاه ويبقى فيه رضاع وفيه عناية وعشان كده ادوا لنفسكم فرصة إن بعض الحاجات اللي كنتوا بتعملوها في الخطوبة تستمر فاخروجوا مع بعض مرة كل يوم مرة كل أسبوع وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد زوجاته ويسافروا معاه كل ما لا يحصل كل ما فيه حالات كتيرة عادوا بينكم حاجة مهمة كمان عبروا عن حبكم كل يوم عارفين الصلاوات الخمسة على قال عبروا البعض عن حبكم خمس مرات في اليوم في حاجة مهمة أوي في سنة أوي يا جواز حاولوا كل واحد فيكم ويراد التاني بسرعة وخلوا العلاقة الخاصة اللي بينكم منتظمة لأنه ما حصلش ده هتبقى فيه مشكلة كبيرة وآخر حاجة بنصحكم بها أول ما تلاقوا المشاكل التفاقمت روحوا اسألوا خبير روحوا استشيروا واسألوا خبير للمشاكل التتفاقم بس ما تسألوش حد ما يعرفش حاجة عن كيف يخرج الناس من أزماتهم ومشكلتكم إذا عملنا ده أظن النساء نقولها جوازها تطلع بشكل كويس وإن شاء الله ربنا يبارك لنا في حياتنا الأسرية ويجعلنا دايما في سعادة وفي توافق ويجعل حياتنا دائما مليئة بالبركة ونكون في حسن من أنوار الله عن كل المشكلات الزوجية فاصل وألتقي بكم لعشان أسمع أسئلكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا الصفحة اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم اللي بتشرفنا وبتنورنا وإن شاء الله بنخصص لها وقت خاص عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة وهنبتدي أول سؤال معنا معنا السيدة أمو عبد الرحمن من الإسماعيلية ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد ذلك سحاتك يا مولانا أنا كنت أسأل حاتك يا فاندم عن الساد زي البن من بني الزوكين طيب دلوقتي أنا مثلا إخواتي بواحدة منهم تقعيزها تخرج من وراء جوزها تتفسح فتخرج وتقول له بعد كده إن أنا اللي خرقتها أو تشتري يا مولانا حاجة من وراء جوزها في البين وتقول له إن أنا اللي اشتريت هدية فالجواز من المبينكوا بيسألوني يا مولانا بصراحة أنا بقول الحقيقة إن أنا لا اشتريت ولا خرقت فإخواتي يسألوا مني ويقولوا لي أنت كده بتفسدي ذات البين وإنك فوت تجذبي عشان تسلح ما بين البين طيب تعالي أقول لأ بصدر حاتك يا فاندم هو أنا كده بقفعنا بفسد ذات البين وأنا كده بعمل حرام لماقول الحقيقة على فكرة أنا مليش دعوا بالمشكلة بس واحدة واحدة أقول لحضرتك حاضب بص يا سيدة ابن محمد الرحمن هدي بالك بس هدي بالك بس هو كل الحكاية إيه اللي حاصل إن هم لما بيعملوا كده بيعملوا كده عشان في حاجات مهمة عندهم ومش قدرين يعملوها أحنو نكره الكذب لأن الكذب يهدي إلى الفجور ولا يزو بالله لأن الإنسان إذا أدمن الكذب بيرخص عليه كل ذنب أنت اللي أنت عملتي ده هما دلوقتي الأشخاص وكأنهم جاءوا وطلبوا منك الشهادة إذا طلبوا منك الشهادة ليس أمامك غير أن أنت تقول الحقيقة لكن عال من الممكن أن أنت تستخدمي التعريض التعريض اللي هو إيه أنك تقولي كلام ما يوقعش مشكلة في البيت بس في نفس الوقت تنبيه على إخواتك اللي هما بيعملوا الحاجات دي وللهم أنا مش هكدب إذا حد سألني فما تدخلونيش في مشكلاتكم دي أنتوا عايزين تعملوا الحاجات دي أعملوها بعيد عني وأنا بقول لكم أن أنتوا ما تعملوش كده لأن بدم أزواقكم بيسألوا يبقى أنتوا في ورطة إيه الورطة يبقى أزواقكم مش واثقين فيكم مش بس مش واثقين فيكم اللي أنتوا بتعملوه ده يزيد المشكلات بينكم يعني فكرة أن أنت تعملي حاجة وتخبيها طبعا التخبية مش كده لكن أن أنت تطلبه أن حد أن هو يكذب ده يخلي العلاقة بينك وبين زوجك أسوأ ما يكون فإذا كنت أنت عايزة الصلاح ما ينفعش تلعب اللعبة دي اللعبة دي تفسد الزواج وليست من حسن العشرة الكذب سيفسد العشرة بينك وبين زوجك أنت سألتيني سؤال محدد يا أمو عبد الرحمن هل أنت كده بتفسدي ذات البين لا هم بتصرفهم ده هم اللي بيفسدوا عليهم حياته وإزاك لابد أن هم يمتنعوا عن ده يمتنعوا عن إيه عن اللف والدوران اللف والدوران أكبر باب من أبواب هدم الحياة الزوجية عشان الشك وعشان الريبة اللي بتدخل البيوت محدش يلف ويدور لأن دوت ما بيصلحش البيوت ولا بيمنع شر خلينا نتفق على طريقة محترمة نتعامل فيها مع بعض نعود ونتناقش تقول هي لزوجها أنا بحبك ومش عايزة أعمل حاجة من وراك لو سمحت تعالى نتكلم مع بعض عشان منفضرش نجري وعلى بعض كده كأننا أعداء أو كأننا ناس بيخونوا بعض فبلاش نعمل كده فأنت لا أنت موقعتش في فسادة البين بس أنت ما تروحيش تتبرعي ما تروحيش تتبرعي واضح المسألة نازم نكون المنتزينين جدا جدا أنا مش هروح هتبرع لكن في نفس الوقت أنا مش هاكد أستاذة إسراء من إسكندرية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكي يا شيخ إزاي خبرته نعم وفضل الحمد لله الحمد لله يا شيخ حضركت بتقول من شوية أني أول سنة جواز أني الراجل بيقول اللي بيطلعت أسرار البيت برة طيب أنا أتعامل إزاي مع الراجل اللي كل مشكلة ما تحصل بيني وبينه هو اللي بيطلع أسرار البيت برة وبيجري يشتكي ما أنا ساعتها قلت الحل الحل إن أنتوا تتكلموا مع بعض ما بيحبش العتاب وقلت أني أنا أتكلم معي ويقول لك يا خلال أنا قلت أني أنت تعتبيه أنا ما قلتش أني أنت تعتبيه بص يا شيخ يعني اللي هو أنا يعني أنا بقالي ثلاث سنين متجوزة مش عارف تعبت نفسي لأني مش عارف أتعامل معي هو ممكن تحصل مشكلة بيني وبينه يسيب البيت بالثلاثة أربعة سيام بالإزبايران دمامته وما بيسألش ولا بيدور يا في الموبايلاته طيب وهو شايف نفسه كل المزا تتكلم معي يقول لك أنا ما بقلتش أنا عارف أنا بعمل إيه إنتي طريقتك وإسلوبك أتعامل معك زي دو والله هو يعني كلامك كله والتفاصيل في اللي إحنا بنقوله أول حاجة يا بنتي أنت زي بنتي فأنا مش عايزك تفا... الله يبارك فيه أنا مش عايزك بس عايزك تفاهمي كلامي بنفس درجة إن أنا مستشارك بص يا بنتي هو أنت نفسك وإنتي بتقولي هو بيقولي إن المشكلة في إسلوبك قد يكون أنت بتعملي حاجة ومش واخد بالك منها اللي هي إيه تكوني بتعملي واحدة من التلاتة أو التلاتة أو اتنين من التلاتة اللي هي إيه بتلومي بتنتقدي بتشتكي التلاتة دول عند الرجالة اسمهم عناصر النكد الكبرى كسرة الانتقاد كسرة اللوم كسرة الشكو حاول تشيل دولة من قدامك وكلميه على إنه حبيبك هتقوليه طب و أنا ميني أنا دلوقتي أنت اللي بتكلميني مش هو أنت دلوقتي بتقول لي أحل مشكلتي إزاي حل مشكلتك تعالي قولي له حبيبي إحنا تعالى نبتدي ونتكلم مع بعض بطريقة تانية خالص تعالى نتكلم مع بعض ومش هتكلم في الماضي خالص تعالى نتكلم مع بعض وأقول لك حاجة تعالى نتفق لما تحصل حاجة أنا هسمعك للآخر وأقدر كلامك بس أنت أكبر خطري وراضيني وأنا والله مش أحاول أن أكد عليك بس أقول لك حاجة أنا حياتي الزوجية أنت الركن بتاع فما تسيبنيش لو سيبتني أنا أحس بعدم الأمان لأن أنت سندي وإنت حميتي فأنا عايزك بس لو سقلت مني تعالى أقولي وتعالى نتكلم هو ده الحل مش الحل أن أنا أقولك عليه أنه وحش والله ما ده الحل لأن أنت اللي بتسألين تعرف هو لو كان يسألني كنت أقوله إن من أعظم الإثم يضيع الرجل من يعول بس هو من اللي بيسألني دلوقتي أنت فأنا عايزك تبقى نطجة وحكيمة هتقولي طب أنا أبقى نطجة وحكيمة وهو بلاش الطريقة دي الطريقة دي من نزغ الشيطان ولا عزه بالله أنا بقولك إيه اللي أنت لو عملتيه الأمور تخفه وتتعمل عارف هو بيروح بيت والدته ليه ما أنا بحاول أفاهمك عارف هو بيروح بيت أهله ليه لأن ده منطقة الأمينة بالنسبة له يسمعها comfort zone منطقة الأمان بتاعته فبيروح عشان كده فإذن أنت حاول بقدر الإمكان تعمل اللي أنا أقولت لك علي ده إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعل كل خير سعاد بالجواز وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتر عليكم المدد والفضل والمنة ويتميل بيتكم موضة ورحمة فاصل ونرجع نكمل أسئنتنا مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا سيدة محمد من المنوفية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك يا دكتور كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بصحة وسلام وعافية والله يا دكتور أنا بحلتحلح الكلام مع حضرتك لأنك بتريح قلوبنا وبتخلينا نتبه دايما لربنا سبحانه وتعالى يا رب فبتمنى من حضرتك الأول تدعيلي إن ربنا يفك القربي ونسرني على كل من بيظلم يجيب حقي بالحق وبالباطل إن شاء الله ربنا يجيب حقك إن شاء الله بكل خير وسلامة وعافية وإن شاء الله يرسل عليكم الألطاف وأنوار وبركاته يا رب فبتمنى سؤال حضرتك يا أمو محمد يا دكتور أنا ست بشتغل وشغلي تايما كله في الفجر فأنا بقالي 17 سنة بشتغل فاضطريت إن أنا وقعت في موقف زعر ربنا مني أول هامل إن أنا عرفت إن أنا جددت على جوزي فيه وكذا فعرفت بغلطي وعرفت إن الكتب ما بيجيش من وراء للخراب وقريت قدام ربنا سبحانه وتعالى وحمدت ربنا ورده إن هو قربني له لعباته والصلاة ويمكن يكون الزنب ده علشان خطر ربنا يقربني منه طيب بس هو الزنب ده تعبني لإن الناس لني يعني غصبا عني وقعت معهم في الزنب دمت دلوقتي بيستهينوا بي بي آآ دايما بيزلوني دايما بقولوا كلام يجرحني آآ حاول الناس تصير حاورة إنها تعاديني في كده فأنا مش قادر أنتصر عليهم فبدع من ربنا ينصرني عليهم وينصفني عشان أرجع لي نفسي تاني واتنيني دايما ماشي في فتر ربنا وعفه ورضا علينا طيب أنا أقولك تعملي يا أمم محمد أول حاجة بس يا أمم محمد أنا عايز أقولك حاجة أول حاجة اللي حصل حصل بس ربك باقي سبحانه وتعالى يعني إيه ربك باقي كل الكلام ده إذا الله سبحانه وتعالى نزلك بنظر اللطف ونظر الرضا كل ده يزول وكلام الناس لما بيفضلش لكن الباقي سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك الله سبحانه وتعالى التفت إلى حياتك وإلى مستقبلك وده كله هيزول هيزول لأن الله سبحانه وتعالى كريم ودود ورحيم لو هتركزي مع الناس دي الناس دي هتفضل تتلعب بيك و هتفضل تبتزك و هتفضل تستغلك استعيني بالله سبحانه وتعالى وانت لو تيقنت من حفظ الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين امشي في طريقك وما تلتفتيش لده الأمر الثاني غياري حياتك غياري كتير من حياتك غياري من برنامج جيومك قربي من أولادك وزوجك حاجة الثالثة لا تنقطعي أنا بقول كل واحد فينا يبقى زكي زكي وبتعامل مع المنح الرباني لربنا الدهال بدل ما تشغل يبالك ان انت تقعد يتدعى عليهم ويرجعلك حقك ادعي ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على أنواره وعلى قربه وعلى طاعته وعلى محبته مش اقولك ان انت لو دعيتي على حد ظلمك يبقى انت غلطانة بس مش هو ده الصح انت عندك دعوة مستجابة وانت عندك احساس دلوقتي ان انت قربت من ربنا ما تدعي ربنا سبحانه وتعالى يثبتك عن نور ده ويشرح صدرك ويمحو عن قلبك الوجع والألم وتخليك مع الله سبحانه وتعالى تبتدي حياة جديدة ولو كان زوجك متأثر بدا قولي له كده وخليكم انتو الاتنين تبتدوا حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى وحياة جديدة في الطريق الى الله لكن انشغالك بالناس ده هيفضل يكوه في قلبك ومش هيفيدك بحاجة دي التلات نصائح اللي انا بنصحك بيها وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير ويحفظك ان شاء الله معانا مين معانا الاستاذ احمد استاذ احمد اتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل مع علاق الامنيات بدوام السداد والتوفيق لحضراتكم ولفريق العمل الله يبارك في حضراتكم اتفضل حضراتكم احمد عروج من ارض الجنين غد بشبر الخيمة اه لا نسعي اه لا نديك يا دكتور حضرتك ان ليه اخ ظل يهدي والدتي وهي على قيد الحياة قطع من الحلي طيب وعندما اه توفاه الله قريبا فجعنا به انه عايز ياخد الحلي ده الحلي ده بعيدا عن التركة ولا توزع شرعا او طبقا لشرع الله عز وجل اه انما يختص بيها لنفسه على انه جابت دي الولدته فما حكم الشرع في ذلك اجاوب على حضراتكم سيد احمد شكرا جزيلا لكم الله يرضى عنكم الله يرضى عنكم بس سيد احمد احنا عندنا الهبة احد اسباب الملك لان ده شكري من اشكال الكسب الصحيح يعني لما اوب لحد لما ادي لحد الالم ده فياخده ويقبضه خلاص بقى ملكه بقى ملكه يعني ايه لو حد توفى يبقى خلاص يورسه ده مش بس كده حضرت النبي محظن انه واحد انه يهدي هدية ويرجع فيها فقال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فده مثال وحش اوي فهو بدل ادى الحاجات دي وتملكتها والدتك خلاص اصبحت مالكة لها طب ولما الانسان بيموت بيزول ملكه عن المال اللي عنده يزول ملكه وينتقل الملك دوت الى الورثة بحاجة يسمع الخلاف يخلفوه في هذا المال فيصبح المال دوت ملك للورثة بحسب انصبتهم فما يجس ان اخو حضرتك اذا كان مداش الفلوس دي لامك على سبيل ان هي تشيلها امانة وواضح لانه كان بيستهل في شكل حلي خلاص هي تملكته وبدل هي قبضته وكانت شايلها عن ده فخلاص بقى ملكتام يحصل ايه في الحلي ده يتوزع باعتباره تلك استاذة امينة من اسكندرية تفضل حياة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عبو وحضرتكم بخير وحضرتك بخير يا فانت طبعا نصيح حضرتك يعني في محلها في المشاكل الزوجية وانا بحترمها جدا لبساطتها وسهولتها يعني انا نفسي حضرتك نصيحة من ضمن نصيحك تنصح الزوجات والازواج بعدم السماع للاصدقاء لانهم بيدوا ادنهم للاصدقاء والصديقات ودول بيبقوا عامل من العوامل الاساسية اللي بتأثر فعلا على الحياة الزوجية فرجاء بن حضرتك وخاصة لو كان الاصدقاء قلوبونت فيروسة بتجربة سيئة فبيحاولوا يثبتوا ان التجارب كلها هتسوق وتوصل لطريق مسدود بالضبط حضرتك دي انا لما استهف عائلات كتير جدا صحيح وفي شباب وشبات حلوين وكانوا داخلين حياة زوجية جميلة وبسبب الاصدقاء والصديقات حصلت مشاكل جامدة ده دايما بقولوا الطرف التالت ده ده الطرف التالت ده هو اللي بيشعل المشكلات ويوسيق وللأسف مش بيسمعوا يعني للكبار العيلة يعني اللي هو حكم من أهلها وحكم من أهله بل بس بيسمعوا لكلام اللي هما الأصدقاء والصديقات طيب أنا عايز باعتبر ان حضرتك بتقولي النصيحة هل ممكن نقول ان ده جزء منه كان مسئولية للأب والأم في تنشئة الأولاد في مسألة الجواز ان هما كانوا لازم يعلمهم من أول ان هما يكونوا متزينين في الشخصية ان كل حاجة تعرض عليهم سواء من أبوهم تعالي اقول لحدك بقى اللي أنا دايما النصيحة اللي بنصحها واتخليكي معايا أستاذ أمين النصيحة اللي بنصحها أي حد يعرض عليك أي شيء لازم تستخدم فيها العقلية النقدية العقلية النقدية مش العقلية الرافضة اللي بتفرز الحاجة ايه اللي ينفعني وإيه اللي يضريني يطلع الكلام ده من أبوك يطلع الكلام ده من أمك يطلع الكلام دي من صاحبتك يطلع الكلام ده من صاحبك كل الكلام ده نعرضه ونشوف ايه اللي منه يصلح وإيه اللي مش منه يصلح لو أنا مش عارف ما عملش لإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منك حلو قوي بيقول ايه فليقل خيرا أو ليصمت طب الشخص اللي تلقى لو مش قادر يفرز ما يعملش لأنه لو عمل بنصيحة وهو مش قادر يفرز فيها فين الخير وفين الشر النصيحة دي على المدى القصير هتفقده الثقة بنفسه وعلى المدى القصير هتفقده الثقة بمن هو شريك حياته واضح كده أستاذ أمينة فعلا حضرتك يعني بسطت الموضوع وفعلا وجبت يعني جبت الهدف بالزبط حديك عايزة تقولي جبت الزتون أنا موافع أنت تقولي جبت الزتون ففعلا هي المفروض الأبناء يعني لازم يكون عندهم من الشخصية بحيث أنهم يقدروا يفرقوا بين الكلمة الطيبة وبين الكلمة الخبيثة يعني على المتشكرة جدا يا سيدة احنا مازلنا وراء مشكلات الزوجية بتاعتنا ومازلنا وراء مسببات الطلاق مش هنسكت ده مستقبل حياتنا اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا الجواز مش تجربة الجواز حياة يعني الناس اللي لخليني الجواز ده ما فرحنيش ده ما فرحتنيش يبقى حياتنا ما ننفعش البعض يبقى تطلق ده هزار ده ملوش دعب الجواز خالص ده ولذلك ده هي مش عايزة تخليني مش عايزة تخليني بطالها ده بطالها أبوها نفاركش الجوازة حسب يا الله ونعمل وكيل مش عقل ده هو مش حاطتني في مكان الأولوية بتاعته مش حاطتني أميرة ده بيحصل مع الندوج يا أولاد الحاجات دي بتحصل مع الندوج لما ننضج كل واحد يعرف قيمة التاني فكل واحد فينا يقرب من التاني احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا عن تحديات سنقول جواز الكلام عن القيادة والكلام عن المعيار وقلنا كل واحد فينا ما فيش منع يتبادل القيادة مع حد تاني ده ملوش دعب القوامة اللي هو الرعاية والمسؤولية لكن احنا دلوقتي تعالوا مين يعمل ايه اللي يعمل اللي يقود هنا الطموح اللي عنده رؤية متسعة اللي قادر يتغاضى وهنا ايه المعيار اللي عنه وزلبيه أي حاجة بنختلف فيها الرحمة والخير والجمال كده احنا ان شاء الله نكون في أمان ربنا وفي ضمانه لأنه هو ده اللي يخلي البيت مليان مواده ورحمة ويكون في حسن ربنا من كل شيء بيهدده يا رب حصن بيوتنا واجعلنا دايما في أمانك واجعلنا في ضمانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا دائما في ودك وفي لطفك وفي كرمك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر